السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خالدوتيب مرحبا لكم على الفيديو جديد كنتم أن تكونوا كابلي بخير وعلى خير وبصحة جيدة سيو اليوتيوب أو لا ما يسمى بتحسين محركات البحث لتتصدر فيديوهاتك نتائج البحث مهم أصدقاء درنا سلسلة جديدة خاصة بسيو اليوتيوب وكل مرة أدلوح لكم فيديو كيف تتصدر فيديوهاتك نتائج البحث هذه السلسلة أصدقاء مهمة جدا وقد تلقاه دائما روابط هذه الفيديوهات في الوصف وكذلك اللي بغى يعاودي تفرج في السلسلة من البداية أو لسلسلة أخرى عندي في القناة فقط يدخل القوائم التشغيل وتفرج في أي سلسلة أبغى دائما كنتدروا الفيديوهات المترابطة باش أتفهمه مهم أصدقاء باش أن الفيديوهات ديالك تتصدر نتائج البحث أولا خاصتك تفهم خوارز نيات اليوتيوب كيفاش كتخدم لأن بزاف الناس ما عارفيش هاد المنصة كيفاش كتخدم واش يعني كتخدم اوتوماتيك باش الفيديوهات كتقترح او لك تخدم مانيال يعني يدويا باش كتخترحوا الفيديوهات وانا شنو ملزوم مني أنني ندير باش الفيديوهات ديالي تختارحوا واشنو ملزوم من هذك المتابع نوجد له باش أنه يجد يعاونني في الفيديو ديالي هاد الشي اللي كنشرحه في هاد السلسلة راهم ما الشي غادي نقول لك كيف هتتصدر فيديوهاتك نتائج البحث هتتفرج هذ الفيديو غدا غادي تلقى الفيديو ديالك او للفيديوهات ديال القناة ديال كامية ما تصدرين نتائج البحث هدا راه كلام غير منطقي احنا دائما نقشو استراتيجية كيفاش انخدمو بها اولا اصدقاء اليوتوب مكشي يعني اشخاص قالسين كيتفرجوا في هاد الفيديو يتفرجوا في هاد الفيديو ويقولوا هاد الفيديو اللي احسن من هاد الفيديو لا اصدقاء هذك الفيديوهات اللي كيشاهدوهم يعني في حالة المراجعة وكينا يعني كينا هالطالقة عندهم كي راجعوا فيديوهات كيشاهدوا فيديوهات ولكن اغلبية هذه المنصة بشكل تقريبا تسعون في المئة او اكتر تعتمد على الخوارزميات وعلى الروبوتات وعلى حواسبها كي تنتقي لذلك المشاهد وتختار للمشاهد الذي يليجو منصة اليوتوب الفيديوهات الراقية التي يبحثوا عنها يعني كي يبحث على محتوى زوية را كتقدم له ذلك شي اللي يباقي موما اصدقاء باش اننا كي ما قلنا نفهمو كيفاش هاد الخوارزميات كتتخدم او لا شنو كتفضل او لا شنو كتبغي واش كتبغي القانوات اللي عندهم مليون والقانوات اللي عندهم الف لا واش كتبغي القانوات اللي دايري العنوان زوين ومزوقين عليها او لا لديرين صورة مصغرة لا او لا كتبغي لي داير الوصف ولي داير طاقز ولي ما دايريش ما كتبغيش موما اصدقاء حاولوا انكم تديروا رايك الفيديو وتشتركوا في القناة الاكتيا اول مرة تشاهد القناة وتعليق محفز اي استفسار اي تساؤل اي تساؤل جبنا في التعليق وسنجيبك ان شاء الله الرحمن الرحيم عندكم مشكلة في القناة توصل معنا الانستغرام في قسم المحاوة في وصف جميع الفيديوهات موما اصدقاء اول حاجة لي اهم حاجة صلب الموضوع اللي غان هاضروا لي في الفيديو الخوارزميات تتتبع سلوك المتابع او لا المشاهد للفيديو بناء على سلوك ذلك المشاهد تعطي واحدة تقييم لذلك الفيديو يعني من هناك تبدأ يعني دك السيد اللي عندك يعني انتم كمتابعين في القناة ديالي راهمني كتجي انتا انا مثلا كي وصلك اشعار من قناة خاليدو تيب يعني انتا مشتارك في القناة ديالي وجهك اشعار حطيت انا فيديو مثلا كهذا الفيديو تفرج في انتا مثلا الفيديو في مثلا 10 دقائق تفرج في انتا 10 دقائق كاملة جا الشخص اخر وصله اشعار تفرج فيه عشرة دقائق كاملة. جاء شخص اخر تفرج فيه عشرة دقائق كاملة. جاء شخص اخر يعني الفيديو كيتفرج فيه المتابع الدقائق كاملة. يعني هنا الخاوريزمية را كتحسب. را الماتيماتيك هنا خدام. را مش يخدام العاطفة. الحساب واحد زائد واحد يسوي اثنان. يعني دخلو مثلا استاديا الاشخاص. ودوك استاديا الاشخاص شاهدو عشرة دقائق يعني استاف عشرة يعني كتعطينا ستين ستين يعني ساعة تقريبا من عشرة ديالالاشخاص. يعني كل ما كيتزادو الناس كيشاهدو الفيديو للمولي لاخر الفيديو. خاوريزمية كتسجل لك الفيديو يعني باناءا ان هاد الناس عجبهم هاد الفيديو. لهذا خاوريزمية اليوتيوب شنو كتدير فهذا اللحظة هذي. اي واحد اكتب مثلا شي عنوان او لا كيبحث على شي حاجة مقاربة لهذاك الموضوع اللي كتدرع له. قتجيله كتقول له هاك هادي الفيديو راح جيب الناس ورح تفرجو فيه لمدة طويلة. كتحطو له هو الاول. مسلا شي واحد كيتفرج في فيديو اخر مقارب او لمشابه ذاك الموضوع اللي كتدرع له. كتجي كتقترح له ذاك الفيديو يليك. كت unhealthy في الاقتراحات هو في اول اقتراح. كتقول له شوف الايما عاجبكش هادي الفيديو اراه هادي الفيديو اللي التحت راه مزيان را الناس تفرجوا فيه لمدة اطاويلة ومشي كتقولها بالطريقة انا كان اعطيكم الفكرة وكنوصل لكم الفكرة باش تفهموا كيفاش كتخدم خوارزمية اليوتيوب او لا منصة اليوتيوب لا مانش بدوها الخوارزمية لانك ايه ما يفهماش يعني المنصة تتبع سلوك المشاهد او للمتابع زائد دك المتابع دار لايك للفيديو يعني تفاعل مع الفيديو او لا دار ديس لايك للفيديو وخير دار لايك ولا ديس لايك مع الفيديو زائد دار تعليق محفز لهذا احنا دائما نقول لكم اصدقاء لايحم والدين تبعوا الفيديوهات الى الاخر ديرونا لايك للفيديو كتبونا تعليق را ماشي كنقول لكم ديرونا تعليق وتبعوا الفيديو الى الاخر را هاد شي كي يعاول الفيديوهات دياننا يعني باش كان الفيديوهات دياننا كينتاشروا وباش القناة تطلع يعني هاد شي كنقولها دائما را ماشي كي خلصونا على لايك ولا على تعليق ولا يعني باش الفيديو كيبقى ينتشر. يعني الخوارزمية تتتبع سلوك المتابع. هذه من جهة. والعكس صحيح. قدرتي صورة مصغرة وعرة. خدمتيها بالفلوس ولا اخدمي شي واحد اللي يجعله ما يكون احسن واحد مصمم للصورة المصغرة في العالم. ودرتي اه وصف شريتي ذاك الوصف قاع مثلا بدخلتي شي منصة وشريتي ذاك الكلمات. مهم كاين الكلمات اللي مثلا فحبتي وبعضي اللي كيقدموها الخدمات. يوبعضي او لا اه يعني فيديك. اختيتي ذاك الكلمات وحطيتهم في العنوان والوصف كل شي مريقل. ولكن موضوع الفيديو رديع جدا. موضوع لا علاقة. اي واحد غد يدخل هيتفرج تانية او جهة تانية غد يخرج. جاء الاخر تفرج تانية جهة تواني خرج. جاء الاخر تفرج تانية عشرة تواني خرج. جاء الاخر. هاداك الفيديو ديالك شنك تدير له الخوارزمية اليوتيوب كي يشدوه كيهوت. يعني الفيديو ديالك ما يطلعش نهائيا. ومنتك تفرج تقولوا انا الفيديو عندي دير فيه لطاكس دير فيه الوسط دير صورة مسغر. اراها موضوع الفيديو عندك مشيزوين. على الزباء كتلقاوا دوك القنوات ديالروتينات روتيني اليومي روتيني كده. دوك القنوات ديال الفضائح. دوك القنوات اللي. ديما دين تراند و ديما طالعين في مثلا في تراند و ديما الفيديو ديما جايبين مشاهدة عالية والفيديو ديال القصص. لماذا؟ لان الناس كتبقى معهم مدة طويلة في الفيديو. مش فهمتوا اصدقاء هذا هو اساس يعني باش ان السيو يتحسن عندك في القناة. اركز على كيفاش انك تخلي ديك سيد اللي كيشاهد القناة ديالك وكيتبع الفيديو ديالك انه يبقى الى اخر الفيديو. ولو بنسبة خمسين في المئة. الى كان عندك نسبة الاحتفاظ بالجمهور. هذا هو ما يسمى بنسبة الاحتفاظ بالجمهور اصدقاء. الى كانت عندك نسبة ضعيفة. ما كتتجاوز دقيقة. اعرف را القناة الديالك را فيها مشكل. يعني فيديو مثلا فيه عشرين دقيقة. والناس كتفرج لك نسبة الاحتفاظ بالجمهور عندك مثلا سيسة فاصلة خمسين ولا دقيقة ولا دقيقتين. عرف را عندك مشكل. مثلا قدر يكون عندك دقيقة في الفيديو ولكن مدة الفيديو دقيقتين او لثلاثة دقائق مش مشكل. ولكن لك الفيديو يتجاوز تمانية دقائق ولا اربع ساعة ولا عشرين دقيقة وعندك نسبة الاحتفاظ بالجمهور دقيقة سن فصيلة خمسين سن فصيلة ثلاثين ركاليتا حاول تحسن من جودة الموضوعات اللي كترحها على القناة ديك ويمكن أصدقاء ركزوا نسبة الاحتفاظ بالجمهور وخوارزمية اليوتيوب تتتبع سلوك المشاهد كي تقدم له احسن ما لديها في هذه المنصة ولا تعتمد بشكل كبير على الوصف ديالك والكلمات كانت اعتمد لها حتى هي عندها دور هادي نشرحها في فيديوهات قديمة عندها دور كبير ومهم ولكن الاساس في الدرجة الاولى هو سلوك المتابع او للمشاهد واش عجبوا داك الفيديو واش بقى فيه مدة طويلة واش مبقاش فيه مدة طويلة وبالزاف الناس ها يكونوا مفاهمة معي في هذا الامر اصدقاء لايك 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 قلناها تفاعلوا مع الفيديو تفاعلوا مع الفيديوهات دياله تعليق محفز اي مشكلة عندك في القناة السلام عليكم ونلتقي في فيديو قديم ان شاء الله